النهاردة عايزين نتكلم عن قيمة مهمة جداً في الرياضة إيه هي القيمة؟ هي الإرادة والتحدي وإزاي بيكون الشخص بيكون شخصية البطل بيكون إزاي من الإرادة والتحدي وإحنا بنتكلم على أي قيمة بشكل عام لازم نكون عارفين إن المطلق الأكيد بيكون مؤثر فيها بيكون مؤثر فيها إزاي؟ لما يكون قدامك مثال حي لما يكون البطل ده بينشوفه في الملعب ونشوفه في النادي ونشوفه في المنتخب بيكون هو ده المسال حي بيكونه تأثير كبير جداً غير ما نقول إن كان البطل بيحصل منه كذا دورنا أو يعني عايز أقول وازدورنا كتير جداً في بطل ملهم من خلال الإسبوع اللي فات أكيد لازم كلنا هنقف ونتكلم ونضرب تعظيم سلام لأبطالنا في البرالنبية الحقيقة إنجازات بجد يعني إنجازات كبيرة جداً هي بطلات أو أرقام أو مدنيات أقل شوية من بطلات الفات لكن هي إنجازات وتضاف للتاريخ المصري في البرالنبية بس لو قدرت لازم أقف أتكلم شوية عن بطل خلى العالم كله يتكلم عليه وهو نجمينا الكبير إبراهيم حمدده بجد كان ملهم ملهم العالم كله وبجد كان نموذج يعني رائع لي فكرة إزاي الإنسان يقدر يحقق المستحيل يحقق المستحيل ده يعني يعدي كل حاجة هو ده اللي قدامنا ده المستحيل بعينه البطل بيقدر يعمله إبراهيم حمددته برغم إنه هو خسران خسران إنما وصل للمكانة دي ولعف أكبر بطولة دولية وهي الأولمبيات كويس بأداء مبهر رائع خلى وسائل العالم العالمية كلها تتكلم عنه الدين مين للبريطانية بتتكلم عن أبراهيم حمددته وبتتكلم عليه وبتقول إن حمددته أزهل الجميع الرجل المستحيل فعلا بمعنى الكلمة التعبير ده كمان ذاستريليان البريطانية كمان وصفت نجمينا الكبير أبراهيم حمددته قل له كلنا فخرين بيه كلنا مبسوطين بيه إنه هو قادر قال كلام مهم جدا في ذاستريليان قال غادر مشجع الألعاب البارالنبية مندهشين من المصري إبراهيم حمددته اللي بيلعب تنس طولة والمضرب في بقه بعد ما فقد زراعية كل ده في كفة ولما يكلم البطل العالمي نوفاكو ديكوفيتش رقم واحد في التنس في العالم ويحط إبراهيم حمددته صورته تتحط على الستوري في الإنستجرام بتاعه ويقول للعالم كله إن إبراهيم حمددته ده حاجة مختلفة بجد أشاد بيه وقال مذهل أنا مندهش من أداء إبراهيم حمددته هو مندهش ليه؟ إبراهيم حمددته بجد يعني مندهش ليه هو الراجل الراجل مندهش لإنه فيه إمكانيات مش موجودة مستحيل إن العيب بيلعب بالمضرب بإيديه وفي الآخر يبتدي يشتغل ببقه ويلعب ويكسب الإمكانيات البسيطة دي جداً بتخلي تحدي بجد كانت تحدي جبار جداً خلى إبراهيم حمددته يعني كل أنظار العالم تتاجه عليه تتاجه عليه إن كل بطل أو كل خلف كل بطل في التحدي ده عوامل كتيرة جداً بتصنع البطل